ونستقبل أيضا في هذا النقاش من بروكسل رمضان أبو كازر مدير مركز بروكسل للبحوثة مرحبا بحضرتك دكتور وحتى الآن التحقيقات القضايا الثلاثة التي فتحت في ألمانيا وسويد والدنمارك لم تتمر عن نتائج ما سبب ذلك في رأيك؟ ما هي الرواية الأكثر ترقيحا من وجهة نظرك؟ تحياتي لك والمشاهدين دائما في مثل هذه الأحداث وهذه الجرائم من بحث عن المستفيد من الطرف أو الجهة التي كانت تسعى لوقف تدفق النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا مع التذكير بأن التفجير الأول والثاني وقعها قبل اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات بالعقوبات الاقتصادية تطول اقطاع الطاقة ووقف استيراد الغاز والنفط من روسيا إذن هناك كانت أصابع الاتهام تشير إلى أطراف تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية أو وبتقديري لم تكن أوكرانيا ولا استخباراتها لديها القدرات اللوجستية لتنفيذ مثل هذه العمليات الدقيقة والحساسة هناك بعض الصحافة التي تتبع لليسار الأوروبي تحدى وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الأجهزة الاستخباراتية التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية شهدنا حينها نفي تام على لسان الرئيس الروسي بوتين ومطالبته بإشراك روسيا بالتحقيقات الجارية حيث أنه شرح مدى الضرر الذي أصاب قطاع النفط الروسي وأن روسيا أحد المستثمرين في هذه الخطوط التي تم تفجيرها بطريقة غير تقليدية حتى دول المحيطة ببحر الشر التي لديها شواطئ ولديها مياه إقليمية قريبة من مكان التفجير أعلنت عن غضبها الشديد ولكن كما نعلم جميعا أن الليان العليا هي للولايات المتحدة الأمريكية أمنيا وعسكريا وحتى فيما يتعلق بالتحقيق في هذا الحادث